نرحب حضراتكم مرة كمان ودلوقتي خلينا نبدأ بقى مع بعض ونقرأ الصحافة والصحافة هنقرأنا وكريم بصراحة مش هيبقى معنا يعني مش حد غريب مش حد غريب خلينا نبدأ مع حضراتكم بليوم السابع وأول منشت ده منشت بيتحدث تحديدا عن مارسل كولر تحديدا كده هو بيوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي بعد طبعا المباراة بيقول لهم شكرا لدعمكم الآن تركيز كامل على المباراة القادمة اللي أنا عايز أقوله من وراء المنشت ده كريم بغض النظر طبعا هو يعني زي من حضراتكم شايفين هو كان نزل بوست للجماهير صورة للجماهير وكتب كده تحديدا شكرا لدعمكم من كافة أنحاء العالم زي ما احنا كنا بنتكلم وللجماهير في الاستاذ وفي البيوت شكرا لفريقي وكل عضاء الجهاز من الآن تركيز كامل على المباراة القادمة اللي عجبني جدا هنا أن انت في لغة حلوة قوي ما بين مارسل كولر وجماهير النادي الأهلي ودي زهرة من الدقايي الأولى منذ قدومه على فكرة وهو في المطار يا كريم لو أنت تلاحظ الطريقة اللي هو كان بيتعامل بيها هو زوء جدا على فكرة بيقال عنه أن الشخصية زوء جدا ولطيف جدا مع الصحفيين ومع الجماهير وفي نفس الوقت حازم جدا ومركز جدا وشخصية قوية في الملعب الميكس ده حلو قوي قوي وأعتقد الميكس ده ما شفناهش كتير مع مدرين فانين عدوا على النادي الأهلي نادرة لم تلاقيها يمكن شوية اللي قريب ليه مع الفارق برضو اللي أنا هقوله ده أشد بكتير بس يمكن منوال خصية شوية منوال خصية كان ستريكت قوي بس في نفس الوقت كان محبوب يعني كان عنده هدأ الميكس برضو مع اللعيبة فأعتقد برضو يعني رسالة حلوة طبعا من مارسل كالر بعد أول مباراة للجماهير صحيح طيب نروح بقى مع حضراتكم دي جريدة الأخبار والعنوان فيها صلاح ركز بقى في التفصيلة دي صلاح وجها لوجه مع هالند طبعا دي نقطة أكيد كل عشاق بص بقى الكورة عموما بس بس الدورة الإنجليزية النهاردة يوم ساخن جدا الناس هدعمت مصمرة قدام التليفزيونات خلي بالحضراتكم وده برضو جاي في سياق الخبر بس خلينا أقول لكم صلاح وجها لوجه مع هالند الستي وليفرفول وبين خصين الحرب الساخنة تفاصيل الخبر يعني كتبها أو ابتداها الكاتب الخبر روسي محمد حامد بالنقطة اللي انت تتكلمي عليها فكرة أن النهاردة فيه ماتشين أقوى من بعض والاتنين بالمناسبة عيبوا الساعة خمسة ونص مساء بتوقيت القاهرة برشلونة وريال مدريد من ناحية ومن ناحية تانية ليفرفول ومنشاستر سيتي وتفاصيل الخبر بتتكلم عن اشتعال المنافسة من سنوات ما بين جوارديولا ويورجين كلاب من أول ما كل واحد فيهم جاء إلى فريقه كمدير فني جديد في ذلك الوقت وابتدت من وقتها حرب ساخنة جدا ما بينهم هما الاتنين وبيكلم كمان تفاصيل الخبر عن تراجع ليفرفول هذا الموسم اللي نتج عنه إن المنافسة اتخسرت إلى حد جدير بين منشاستر سيتي وبين أرسنل وتشالسي وتوتنهام وآخر النقاط المهمة اللي جاءت في سياق هذا الخبر فكرة أن النهاردة زي ما فيه ماتش بين ليفرفول ومنشاستر سيتي لكن هتكون فيه مباراة جانبية مستقلة وشديدة الخصوصية بين محمد صلاح وبين هالند خصوصا أن صلاح في آخر مباراة تقلق بشكل كبير جدا عاكس بايته مع الموسم ولكن زي ما بيتقال كده بالضبط يا كريم هي المباراة دلوقتي بقت المرتقبة على فكرة بتفكرنا زمان يعني لو أنت فكر برضو بالكلاسيكو لما كنا بننتظر مش بننتظر فرق كنا بننتظر كريستيانو فيرسيز ميسي شوف سبحان الله بقى الدنيا بعد كده يعني كل فترة ليها جيل بتاعها بعد كده أصبح محمد صلاح ويه هالند حاليا مش قصة بقى ليفر بول ويه مانشستر سيتي لأ انت بتتكلم على كمان لعبين يعني دول يعني زي بيتقال كده فيرسيز بعض أو عشاق ده وعشاق ده أو عشاق عمتا الكورة عايزين يشوفوا إيه اللي هيحصل على الملعب طيب لو رحنا للكلاسيكو جريدة الجمهورية طبعا ويه يعني هنا كلاسيكو أسباني بقى منتكلم على طبعا قمة شعار الملكي ويه الكتالوني بارسلونا وريال مدريد وبرضو اعتقد هتبقى من المباراة مش اعتقد برضو أنا مش هقول اعتقد هي أكيد من المباراة التقيلة جدا النهاردة بس هنشوف بقى كريم لأن برضو مش ده بارسلونا يعني بارسلونا مش ده بارسلونا ريال مدريد إلى حد ما لأ طبعا أفضل بكتير بس برضو مش بالنسبة أو بنفس القوة اللي احنا كنا نعرفها عنهم من مواسم سابقة وسنوات سابق بس أكيد برضو هتبقى مهمة جدا وأكيد هيتم متبعيتها من جميع أنحاء العالم العشاق ده أو دايا صحيح المباراة بالمناسبة هتكون النهاردة ان شاء الله الساعة 4 ونص عصرا بتوقيت القاهرة وفي البطولة القرية تأهل ريال مدريد لدور السبتاشر يعني وأصبح بارسلونا على مشارف الخروج يعني من دور المجموعات ودي طبعا تأكيدا للنقطة اللي اتكلم فيها نومش ده بارسلونا اللي احنا عارفين والحقيقة طيب نروح بقى معاكم دي الخبر اللي بعد كده وهو من موقع كورة وبيكلم عن الظاهرة رونالدو قال وصرح أنه بيعاني من الاكتئاب وأنه بيتلقى علاج نفسي كشف نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو وبين قصين الظاهرة ده الاسم اللي هو مشهور به على فكرة عالميا أنه بيخضع للعلاج بعد الصراع مع الاكتئاب طبعا مش محتاجين نقولكم أن رونالدو يعني هو النجم السابق لإنتر وميلان الإيطاليين وبرشلونا وريال مدريد الإسبانيين واحد من أبرز وأهم وأحرف نجوم كرة القدم عبر تاريخ هذه الرياضة بشكل عام شارك طبعا مع المنتخب البرازيلي في أربع نسخ من كاس العالم وبالمناسبة فيه فيلم وفائقي وزيع مؤخرا على إحدى المنصات اتكلم من خلاله رونالدو مع روبرتو كارلوس زميله السابق في ريال مدريد والمنتخب البرازيلي وكلم عن الصحة العقلية في كرة القدم وعبر عن معاناته على المستوى الشخصي خلال لقاء صحفي لي مع صحيفة ماركا الإسبانية وقال إنه عانى من الاكتئاب وإنه بقاله أكتر من سنتين بيتلقى العلاج سنتين ونص وده وليكي برضو حجم الضغوطات اللي على لاعب بالشكل ده هل نتكلم على حد كان ظاهرة استثنائية في عالم كرة القدم ما هو ده بقى اللي احنا بنقول يا كريم لأن كل حاجة ليها الجيل بتاعها يعني رونالدو هل نتكلم رونالدو البرازيلي طبعا مش كريستيان ولو إنه على فكرة كريستيان ورونالدو برضو أعتقد مش هيقول بيمر باكتئاب بس بيمر برضو بدغوطاته وظروف صعبة جدا غير مسبوقة بالنسبة لنجم كبير لمدة سنوات طويلة جدا هو الأبرز هو رقم واحد هو الأنجح هو يعني زي ما بتقال كده الدق مركز معه العالم مركز مع الصحافة ما فيش حد ما بيكلمش عنه فطبعا برضو فترة صعبة جدا من نسبة كريستيان ورونالدو أو رونالدو طبعا اللاعب المخضرم البرازيلي لعب تقريبا في الكاس العالم أربع مرات لحسب منا يعني معلوماتي تقريبا أربع مرات شارك يعني برضو أنت بتتكلم في نجمه أسطورة كبيرة جدا لما أنت بتبع عليك كل الأضواء دي والأضواء مصلطة عليك وناجح زي ما أنا بتكلم وبعد كده فجأة يعني الأسباب طبع ليه علاقة بالسن وبالتالي دي أموك رؤية طبيعية يعني بس أنت بتيجي عند برحلة يا كريم خلاص يعني نفسان الواحد بيبقى تعبان وده أمر طبيعي جدا بس اللي عجبني فيه المنشات ده بقى حاجة تانية خالص إن فيه مصالحة مع النفس يعني لما يبقى إنسان بيمر بظروف ومش في يعني زي ما تقل كده يعني في صحته أو مش فيه عندهش سلام نفسي وعنده مشاكل بيطلع يقول أنا عندي اكتئاب أنا عندي مشاكل بتعالج نفسيا هي دي الشفافية هي دي أولى خطوات العلاج لكن فكرة تينا إن أنا لأ أنا كويس لأ أنا ما عنديش حاجة ونقعد نعند ده ما بيوصلكش لأي نتيجة بالعكس ده بيخليك الحالة عندك تزيد أو المشكلة عندك تزيد الاعتراف بالمشكلة ده أولى خطوات العلاج الاكتئاب مرض على فكرة بيوصاب أو بيوصيب يعني عدد كبير ملايين من البشر على الكرة الأرضية وبتبقى ليها ظروفها وبنسب وبنسب تتخطاها وعلى كل حال يعني أكيد أكيد خبر مش حال وإن احنا نعرف أسطورة زي ده كلنا بنحبه طبعا رونالدو البرازيلي لكن يعني نتمنى ليه الشفاء لكن ده قبر طبيعي يعني هو ده أو إيه دي حال كرة القدم زي ما بيتقال حتى أنا شفت جزء من التصريح بتاعه في اللقاء مع الجريدة كريم هو كان بيتحدث أنه هو رغم أنه هو بيمر بده بس هو مدرك مدرك أن ده الأمور الطبيعية اللي بتحصل و اللي هتحصل لكل اللعيبة على مدار كل الأجيال يعني شيء غريب قوي أن الاكتئاب ده دايما بيوصيب كتير من النجوم اللي الناس كلها متخيلة أنهما عايشين حياة بيتحشدوا عليها يعني حتى كبار كوميديانات العالم كتير منهم بيوصاب بالاكتئاب يعني اللي بيضحكوا توب الأرض هم أكأب خلق اللاء وعلى فكرة في بعض الأحيان انتحروا روبين ويليمز يعني داليدة مثلا أنا كنت بشوفها يعني حاجة أنا بالنسبة لي داليدة حاجة كبيرة جدا يعني أنا بحبها جدا فلما تيج تسمع قصتها وداليدة انتحرت يعني داليدة دي كانت حلوة ومشهورة ومعها فلوس والعالم كله بيحبها ونكحة ففي حاجات الواحد ما بيبقاش شايفها يعني سبحان الله وده دليل جديد على خطورة هذا المرض صحيح اللي يعتبر آفة من قفات العصر اللي احنا فيه احنا ممكن نبقى نعمل على فكرة فقرات برضو كده للصحة النفسية ده أعتقد شق مهم جدا لنا يعني اشتركوا في القناة